عايز تعمل فيديوهات تريند ومطلوبة في السوق وتبدأ تكسب منها من غير ما تتعب في تصوير أو منتاج النهاردة أنا جايب لكم كنزة حقيقي موقع جامد جدا الموقع ده بيستخدم أحدث تقنيات الذكاء الإصطناعية مش بس بيولد لك صور بجودة رهيبة لا ده كمان بيعمل لك فيديوهات تريندات زي فيديوهات القصص القصيرة والمشاهد السينمائية وحتى الفيديوهات اللي ماشية مع تريندات السوشال مادية وتخيل معي إنك ممكن تستخدم الفيديوهات اللي هتعملها من الموقع ده إنك تبيعها على مواقع خدمات زي خمسات أو أبورد تعمل بيها قنوات يوتيوب، تيك توك أو إنستجرام، ريلز أو تعمل بيها براند شخص لنفسك بتكبر جمهورك والأحلى بقى إنك تقدر تعمل كل ده ببساطة من غير أي خبرة فيلا بينا نبدأ الفيديو ونشرح مع بعض موقع نيم دوت فيديو دي الوجه الرئيسي لموقع نيم دوت فيديو أول ما تدخل على الموقع بصراحة تلاقي الموقع بيعرض لك فيديوهات جميلة جدا هنا مثلا هتلاحز هنا فيه طائر لابس زي كرسان وشكل دحفة بصراحة هنا مثلا عندك طفل قاعد بيشرح حاجة في ورقة حاجات كتير مثلا برضو فانتازي مثلا زي هنا دوميا شبهة دي بالإضافة لي فيديوهات كتير متنوعة زي مثلا هنا موتسيكل ماشي على جسر وحاجات كتير وموديلز كتير مختلفة هتقدر تعملها باستخدام موقع نيم دوت فيديو وده ليه؟ لأن موقع نيم دوت فيديو بيستخدم موديلز كتير ومتنوعة ورهيبة جدا فده لي بيخليه مميز في أنه يعمل فيديوهات وصور احترافية هتلاقي تنوع كتير في الفيديوهات اللي بيعملها موقع نيم يعني مثلا تعالى كده نروح على الانيمي نضغط عليه هيفتح معاك هنا فيديوهات انيمي كتير معمولة باستخدام الموقع وفي الحقيقة بصراحة تصليم الانيمي في الموقع ممتازة جدا سواء هنا طبعا هتلاقيها صور او فيديوهات كويسة جدا وهكذا حيات كتيرة جدا طيب إزاي بقى أن نستخدم موقع نيم هنرجع تاني هنا فوق هنلاحظ ان فيه حاجة اسمها كرييت او منضغط عليه كرييت هيحولنا على الصفحة دي هنا في الصفحة دي جايب لك برضو بعض الفيديوهات اللي تم انشاءها باستخدام الموقع وهنا طبعا على الشمال بيجيب لك هنا غرفة العمليات اللي فيها بقى بيجيب لك المستطيل اللي دايما بنكتب فيه الوصف او البرامت بتاعنا اللي احنا عايزين نحوله لفيديو في الحقيقة هنا هتلاحظ عندك فيه حاجة اسمها تيكستو ايميج وفيه حاجة اسمها ايميج توفيديو وفيه حاجة اسمها ديسكرايب يعني وصف وحاجات اخرى زي تيكستو فيديو وفيه حاجات اسمها ريستايل فيديو بالاضافة لو ضغطت على اي اي او اول تولز هتلاقي فيه حاجة موجودة اكتر زي الليب سينك وفيه حاجات زي والسلو موشن والاد ساوند يعني فيه وظائف كتيرة جدا بيعملها الموقع هنا طبعا احنا وقفين على تيكستو ايميج ودي خاصة بتحويل النصوص الى صور وهنا طبعا هتلاحظ تحت فيه موديلز كتير لو ضغطت هنا بس هنجيب لك موديلز احترافية جدا زي الفلوكس برو الفلوكس كاراكتر والفلوكس وفيه جوجل ايميجين وفيه الجميناي ايدت وفيه الفلوكس وطبعا هنا زي ما احنا شايفين كل الموديلز ديات وخصوصا فلوكس بيكون احترافية جدا بالاضافة ان انت تقدر تتحكم في الابعات بتاعتك بزي ان انت مسلا ضغط على المربع ده هيجيب لك هنا كل الابعات المتاح اللي انت تستخدمها واحد لواحد ستاشر لتسعة تسعة ستاشر اربعة تلاتة على حسب انت عايز تعمل ايه بتختار فلنفترض مسلا اختار تسعة ستاشر وهنا بيجي ولك ضيف بقى الوصف اللي انت عايزه تقدر تضيف الوصف اللي انت عايزه وممكن كمان تعمل حاجة عشوائية بالشكل ده او تكتب اي حاجة عشوائية هو بيكتبك مسلا معين لاي حاجة محددة وتقدر كمان هنا لو ضغط على اد ان انت تتحكم في بعض الحاجات اللي انت تضيفها زي وبعض الحاجات الاخرى مسلا تعال كده نختار هنا وباكجراوند وباكجراوند ونضيفها بالشكل ده نشوف هيعمل معنى ايه هنا هتلاحز ان هو اضاف لتفاصيل اكتر للباكجراوند بالشكل ده طيب تعالي هنا بعد ما نختار مسلا كل حاجة ونختار الموديل بتاعنا من الموديل زي ديال هنضغط على فهو على طول بيبدأ يعمل لك تصميم للصورة بالشكل ده على طول هنا عمل لنا صورة او الطووس صورة جميلة جدا احترافية بالشكل ده زي ما احنا شايفين صراحة الصورة حلوة تعال نفتحها اكتر هتلاقي الصورة الحقيقة حلوة جدا وفي تفاصيلها لذيذة وزي ما اعتقد ما هو عمل تطلع النتيجة هنا طبعا لو هتلاحز لما الصورة تظهر معك بالشكل ده ان انت تقدر تحول الصورة للفيديو او تقدر تعدل اصلا على الصورة او تقدر تعمل او بعض الحاجات على حسب ازا كات الصورة متاحة طيب تعالي نضغط على امشتو فيديو ونشوف هيعمل ايه هنا طبعا جايب الصورة ضافها هنا واحدد لك هنا امشتو فيديو وبدأ بعد كده بيقول لك انت عايز بقى تتخدم معني موديل وكده هكاتب زي ما هو فهتلاحز هنا ان هو جيب لك بعض الموديلز زي الوان البيكا الكلينج تو الكلينج برو ولو ضغطت هنا على اظهر هيجيب لك كمان فيه وفيه الميني ماكس وطبعا احنا عارفين الميني ماكس ده اللي هو خاص بالهيلو اي 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 طبعا احنا هنا لو شفنا الحاجات بصراحة حاجات ممتازة جدا انا بصراحة متحمس ان انا اجرب الكلينج واشوف الكلينج هيعمل ايه فهيختار هنا الكلينج تو وطبعا الكلينج تو بيستهلك كتير فخليني في حاجة تكون اهل شوية اختار مسلا الكلينج برو هيكون اهوان شوية لان الكلينج تسيبتها قليلة وبعد كده هنضغط على وتعا نشوف لما نضغط على هيعمل ايه هو تلك الوقت هيبدأ ان هو يعمل وبعد كده هيبدأ ان هو يحاول الصورة اللي احنا عملناها الفيديو ودي كانت نتيجة الفيديو التوصف فجأة بيتحرك وبيلف في المكان وكأنه متصور بشكل حقيقي تعالى كده هنضغط على الفيديو هنا طبعا هتلاحز هنا جايب لك برضو زي ما احنا شايفين ان انت ممكن تعمل للفيديو يعني ممكن تضغط على دي فتخلي جوزة الفيديو اعلى للناس اللي حابة ان هي تعمل فيديوهات على بجودة اعلى ممكن تعمل كمان بس طبعا ده بيبقى محتاج الناس تكون ظهرة بشكل كويس بحيس يقدر ان هو هيعمل لك النقط كويس ولو ضغطنا على هنا هنلاقي ان احنا كمان عندنا في حاجات زي وهو ممكن يعمل لك كمان لو ضغطنا عليه كده ممكن يعمل لك للفيديو بتاعنا وبعد كينا نضغط على يعني يخلي حركة الفيديو تكون بطيئة على ما يزبط لنا الفيديو برضو عايز اشوف هنا معاك بعض الفيديوهات اللي تم انشاءها باستخدام الموقع زي هنا القط اللي بيطبخ بالشكل ده هنا برضو تجايب لك حاجات مسلا شخصية زي شخصية اه اينشتاين هو كان في ديسكو شوف هنا الفيديو الجميل ده عن كبوت وبينتراك بفوقه يعني حاجة توحفة جدا بحقيقة وهنا طبعا فيه هنا مسلا ده هتحس ان هو بيمثل في فيلم يعني هتحس الشخصية هياه في فيلم وهنا في الشارع هنا والعربات ماشية لا لا بصراحة حاجة جامدة جدا وطبعا فيه تنوع في آآ يعني مسلا هنا عندك هنا عندك هنا عندك هنا عندك وهنا كل موديل بيعمل الشغل الخاص بي. طب تعالى بقى نشوف هنا الفيديو بعد ما تعمله بقى هنا الحركة زي ما احنا شايفين بطيئة اكتر كويه هنا زي ما احنا شايفين التووص بقى يتحرك بالراحة نفس الحركة ولكن بالراحة زي ما احنا شايفين برضو التصميم حالو اول فيديو كويس طب تعالى نشوف ايه كمان ممكن هنا نعمله في الموقع احنا دلوقتي عارفنا ان فيه هنا ودي لو كتبنا برومت هيحول هنا لصورة وزي ما قلنا نقدر نختار اكتر من الموديل وكمان عارفنا ان هنا الفيديوهات ان انت ممكن تيجي تكتب هنا بالشكل ده وتختار الموديل اللي انت عايزه وبعد كده هيعمل لك الفيديو بس انت خلي بالك برضو في حاجة اسمها ودي خاصة بايه هي انك تقدر تحمل صورة من عندك وتحولها لفيديو وده اللي احنا هنعمله دلوقتي هنيجي هنا على المربع ده نضغط على وهنجيب صورة مسلا شابه دي ونضغط على او اي صورة انت هايزة وهنجي هنا نكتب البرومت البسيط او ممكن نكتب هنا بيقدر ان هو يقرأ الصورة تفاصيلها ويكتب لك وصف بسيط نقدر ان احنا نستخدمه في ان احنا نحول الصورة بتاعتنا لفيديو بالاضافة هنا ان احنا بنيجي نختار الموديل انا هنا هجرب موديل تاني زي مسلا موديل وبعد كده في بنشوف ازا كان في اعداد اخرى ممكن نزبطها اولا ما فيش اي اعداد تانية في وكل موديل بيبقى ليه على حسب الموديل بيبقى ليه الاعداد بتاعته وبعد كده نضغط على الوقتي هيبدأ ان هو يعمل لي تحويل الصورة الى فيديو بالشكل ده تعال بقى كده نشوف النتيجة هنا الفيديو حصل في حركة بالشكل ده وكان هم مقفين شغالين على العين طبعا الفيديوهات اللي شابه دي بيستخدموها في عمل اعلانات للكوافرات والحاجات اللي شابه دي فده الهدف من الفيديوهات دي مش للتسلية لا بيستخدموها لكماتيريال ان هما يتعمل بها اعلانات او تتباع او يتعمل بها شغل ايا كان هتوظفها السيء والنتجة كويسة جدا طبعا هنا لو ضغطت على التلت علامات دول فبيجي لك بعض زي ان انت تقدر تحمل الفيديو دعالوا بقى نجرب اداءة مهمة جدا في الموقع وهي اللي هنخلي اي صورة تتكلم لو رحنا هنا على هنلاقي هنا حاجة اسمها هنضغط عليه بالشكل ده هيجيب لك القائمة دي هنا بيقول لك ضيف الصورة بتاعتك هضغط على اختار مسلا صورة شابه دي وضغط على كان الاول مسلا دايما بيبقى في صعوبة في ان هما يخلوا الصور اللي هي فيها زي سري دي او مسلا صعبة شوية في النوت او انها تتكلم لكن تعال بقى نشوف التجربة انا عارف ان طبعا زهروا قدامكو هنا وانا بتكلم ولكن لازم نشرح لكو الطريقة هنا بيجيب لك يقول لك تيكست او تيكست معناها بيقول لك اكتب الكلام اللي انت عايزه واختار الصوت اللي انت عايزه وبعد كده هنحول لك الصوت اللي انت اختارت ده ان الصورة دي تنطق او انك تروح على فبالتالي هنا تقدر ان انت تحمل صوت انت عايزه مثلا انا مجهز الصوت شابه ده واضغط على وهحمله اوكي وبعد كده نضغط على يستلك معاك هنا عشرين هيبدأ دلوقتي ان هو يعمل لنا الفيديو ودي كانت نتيجة الفيديو ايه طبعا عاملين ايه شايفين انه انا بتكلم ايه رأيكو حالو مش كده يلا بينا هو حالو كل حاجة ولكن انا ملاحز بس ان جوزة الفيديو مش تمام فاحنا هنا عم يحتاجين نجرب حاجة مهمة وهي ايه الابسكيل هروح هنا اضغط على وباجي هنا اقول له انا عايزة مسلا الاتنين اكس او وخلي كل حاجة عالية بحيث ان انا تكون النتيجة معايا كويس هنا مسلا اختار التوباز ده بيبقى طبعا الفيديو ده عالي جدا وبعد كده هنا هيلحظ ان هو هيستلك معايا مية تنين واربعين كوينز مش عارف باقي معايا قديه وطبعا هنا ده هتكون اخر تجربة علينا في الموقع فاحنا هنجازف بس ممكن بدل ما هي نخليها ستاندرد اتلاحز ان هو هيستهلك اقل بكتير لاب احنا كده لازم نجرب التوباز ونضغط على وهتعابع نشوف النتيجة هتبقى عاملة هنضغط على الفيديو بالشكل ده انا انا مش شايف ان هو عمل تحسين قوي للفيديو بعد طبعا الاستهلاك اللي احنا استهلاكناه ده كل ولكن النتيجة هي هي فانا هسيب التواقيم لكم طبعا بالنسبة للنقطة دي اعتقد كده ان احنا قدرنا ان احنا نقول على كل التفاصيل اللي موجودة في موقع نم اكتر شيء بصراحة عجبني في موقع نم وهو الموديلز المتاحة فيه بالنسبة للفيديوهات ان في اكتر موديلز تدار تستخدمها هو الفكر هنا ان هو مجمع لك كل الموديلز في الموقع بتاع اي موقع تاني بالاضافة للصور اللي بيستخدم هنا فلوكس برو ويبعض الموديلز الاحترافية اللي تساعدك في عمل تصاميم صور احترافي نيجي بقى النقطة مهمة وهي ازاي ان احنا نسجل حساب في الموقع دي الوجهة الرئيسية لموقع نم دوت فيديو هسيب لك الرابط بتاعه في وصف الفيديو لو ضغطت على الرابط هيفتح معك بالشكل ده او لو دخلت على جوجل كتبت نم دوت فيديو هيجيلك الرابط ده اضغط عليه هيحاولك على الصفحة دي بكل بساطة بتضغط على حاجة اسمها فيبيبدأ ان هو يسجل لك حساب في الموقع باستخدام حساب جوجل الخاص بك بتختار الايميل بتاعك وتلقائيا هيفتح معك الصفحة الرئيسية بعد ما سجل حساب عندك بشكل ده في الحقيقة عشان برضا يكون صراح معك هو الموقع مش مجاني ومش بيعطيك اي استخدام مجاني لكن هو الموقع مدفوع بس انا عايز اقول لك ان هو بيبدأ من خطة دفع تبدأ من عشرة دولار بتوصل معك ليه اربعين دولار ده طبعا في الاشتراك الشهري وعملين خصم عشرين في المية طب ايه الميزة ان انا ممكن اشترك في الموقع ده ان لو حضرتك بتستخدم مواقع فيديوهات او ان شايف فيديوهات كتير فبدل ما تستخدم كل او تشترك في كل موقع لوحده انت ممكن تشترك في موقع واحد بس زي موقع نيم وكده كده هو بيبقى متاح في كل الموديلز الخاصة والمواقع التانية فده هيوفر عليك كتير جدا فطبعا زي ما شايفين هنا الباقات المتاحة في الموقع الباقات المناسبة لك بتضغط عليها وبتبدأ ان انت هتسجل اشتراك فيها واستمتع باستخدام موقع نيم لان شايف فيديوهات احترافية بالزكاة الاصطناعية وبكده بقى انوصلت معك لنهاية فيديو النهاردة اتمنى يكون عجبك الفيديو رابط الموقع هتلقوا في وصف الفيديو لو انت دلوقتي حابب تشترك في موقع نيم تقدر تشترك في الباقات المتاحة ولو عجبك الفيديو ياريك تضس لايك وتسيب لي رايك في تعليق ولو انت مش مشترك في القناة ياريك تشترك وتفعل زي الجرس عشان يوصلك بالشعار بكل فيديوهاتنا وفي النهاية السلام عليكم